السلام عليكم شباب وياكم أنس أخبار المنتخب العراقي حبل ما تشاهد الفيديو صلي على النبي محمد وآلي محمد سوي لايك للفيديو واشترك بالقناة فعل الجرس شارك جهدوا المباريات كأس العرب للمنتخب العراقي الثلاثة ثلاثين نوفمبر 2021 العراق عمون ساعة بالأربعة على ملعب استاد الجنوب البحرين والعراق الجمعة ثلاثة ديسمبر الساعة بالوحدة الظهرين الثلاثين ستة ديسمبر 2021 قطر والعراق الساعة بالعشر مسائل على ملعب استاد البيت منتخبنا العراقي وغادر إلى الدوحة في الستة وعشرين من هذا الشهر للمشاركة في بطولة كأس العرب 2021 وفاة نقيب الفنانين السوريين زهير رمضان الذي يظهر في مسلسل باب الحارة بدور أبو جودة ادعو له بالرحمة والمغفرة فالفوكات يقرر استبعاد أربعة لاعبي من المنتخب الوطني من بطولة كأس العرب وتصفيات كأس العالم 2022 علي عدنان وأحمد إبراهيم وعلى عبد الزهر ومصطفى ناظم يومان على انطلاقة بطولة إرثن غرب آسيا للشباب في مدينتي البصرة وأربيل تسع منتخبات يتنافس على لقب غرب القارة كل التوفيق لمنتخبنا العراقي للشباب وإن شاء الله الفوز في كل المباريات حكيم شاكر يدعو الجميع لإقامة تشرين الثانية من أجل تصحيح المساء يوم السبت القادم أمام وزارة الشباب والرياضة حكيم شاكر يقول علي عدنان أفضل من مهند إجعاز بكثير وتمت محاربة هوني أنه يحب العراق ويثبت له هالكلاوات شان العراق بخير أصلا ما وصل للمهند إجعاز بالوقت الحالي اللي عدنان باللعبة كوريا الجنوبية انطاهم تلف أهداف ببلاش أصلا جريمه هذا بعد يلعب منتخب وحتى الدور العراقي هوي عليه حكيم شاكر يقول لون طبقة السماء على الأرض لن أدرب المنتخب في فترة درجال ولو كنت مدرب للمنتخب لأستدعيته ثمانية مقتربين شون رأيكم بتصريح حكيم شاكر اكتبونا رأيكم بالتعليقات كأس العرب والمحترفين بطولة كأس العرب تقام تحت ما ظلت الاتحاد الدولي لكرة القدم ولكن لم يتم إجبار الأندية على تفريغ لاعبيها فيما يخص التحاق اللاعبين المحترفين في دور نجوم قطر سالتحقهم بالبطولة بعد توقف الدور القطري أما بقية اللاعبين فموقفهم كلتالي مهند اجعازي التحق البطولة في حال حقق ناديه أربع نقاط مبارتين أمير العماري التحق البطولة في حال حقق ناديه أربع نقاط مبارتين يتفادي خوض من الحق الهبوط فرانس بطرس سيلتحق بالبطولة ريبن سلاقة سيلتحق بالبطولة علي الحمادي يحتاج إلى موافقة ناديه كادو صديق يحتاج إلى موافقة ناديه زعدان قبال يحتاج إلى موافقة ناديه وصول محترفي منتخب الشباب إلى البصرة وصل إلى مطار البصرة الدولية اللاعبان المحترفان في صفوف عنديات غولتي بورغ السويدية اللاعب آلاي وغراف شاب الهولند يلاعب بلند حسن للانضمام للتشكيل النهاية لمنتخب الشباب المشاركة في بطولة غرب آسيا للشباب تنطلب في العشرين من الشهر الحالي في مدينتي البصرة وأربيل وكان باستقبال اللاعبين المذكورين المدير الإداري للمنتخب جليل صالح وعبر اللاعبان فور وصولهما عن فرحتهما بالتواجد للمرأولة في محافظات البصرة والالتحاق بوفد المنتخب وطالبا الجمهور الكريم بدعم المنتخب كون هذه البطولة ستقام في العراق الشلون يقدم دانيال فسحافي في كامبينون رح الشاش هيعد يقولهم بجي تاني بواحد دولار بس ما اعتقد يفيد برشلون ان اللاعب صار شبيل تقريبا عمره 38 سنة فوكات يقول كوريا أفضل من العراق في كل شي فوكات في تصريح كارث يقول سنعد فريق متجدبنا الشباب للحصول على نتاج أفضل في كأس العرب المقبلة بس بالعراق مباريات تصفيات كأس العالم دائما نعتبرها مباريات استعدادية تجربية لخلق جيل جديد قادر على المناقسة بطولات الصداق الدولي وبطولات غرب آسيا والخليج وبطولات كأس العرب ويارتهم نقدر ناخذ واحدة من ذن البطولات دائما نلعب ونطلع من هاي البطولات قردوا كاتنيتش لان تأهل ثاني مجموعته وخسر من ايران واحد صفر جاوا واد فوكات العراق صفر ايران ثلاثة العراق صفر كوريا صفر العراق صفر لبنان صفر العراق الامارات اثنين كل العراق وسوريا واحد كل العراق كوريا ثلاثة صفر يعني ويا كاتنيتش تقريبا 21 مباراة بدون خسارة وصعد تصنيفنا عالميا ويا كاتنيتش اعتقد له باقين على كاتنيتش شان يمكن يساعدنا تسع نقاطة بصراحة برأيكم هل خسرنا كاتنيتش؟ بعيدا عن اخبار المنتخب العراقي هل تعلم ان المنتخب الجزائري مصنف رابع منتخب بدون خسارة حتى الوقت الحالي وينافس على منتخبات عملاق ويمثل العرب بين الاجانب وهو احسن منتخب عربي حاليا من ناحية الاحصائيات 33 موارات بدون خسارة وزير الشباب والرياضة عبد ناندرجا رئيس اتحاد كرة القدم يعتذر للجماهير العراقية بعد الخسارة مع كوريا الجنوبية ويؤكد الاعداد لمنتخب قوي حسن عيال يقول مع احترامي العلي الحمادي لكن لم اشاهد اي قدرات فنية عالية لدى الحمادي المغترب من اول مباراة يحكمون علي والمحلي يلعب خمس سنوات هدف واحد ما عنده ما احد يحصل عليه برأي الشخص يعتقد علي الحمادي رح يصير مثل يونس محمود نجم المنتخب الكوري سوني يقول في التحليل الفني تم التركيز على المهاجم علي الحمادي لحد من خطورته واعرف انه لعب لسوان زي ستي منتخبنا بتاريخه ما لعب لا بتكتيك ولا بخطة لعب ولا بتحركات بدون كرة ولا تمركز ولا انطلاقات ولا اسلوب ضغط مثل باقي المنتخبات المتطورة في العالم ببساطة كل ما يميز منتخبنا على الباقي المنتخبات والروح القتالي غيره وللأسف هذا العامل اللي نعتمد عليها كثيرا واضح جدا انه فقدناه مؤخرا لذلك تشوف اللاعبين بأسوأ الاحوال حاليا داقي الملعب غيره والروح القتالي لللاعب منتخباتنا في تصفيات كأس العالم منذ عام 2003 الملاحف 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 الم وانضمت 6 فرق جيل 2007 اول مرة في التاريخ نشاهد مهارة اجمل من اي هدف انه فينيسيوس الارجنتين تتعادل مع البرازيل 0-0 وتتأهل الى نهائيات كأس العالم 2022 صلوا علينا بمحمد وعالي محمد ارجو منكم الاشتراك بالقناة لايك للفيديو وتفعيل زر الجرس مشاركة الفيديو اصدقائكم ليصلكم كل جديد تحياتي الى قناة